أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أعللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤمي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنتين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت عيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولوا لياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 25. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم 26. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 27. وقال الذين كفروا هل لدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 28. أفترى على الله كذبا أم بيجنة 29. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والظلال البعيد 30. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 31. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء 32. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 33. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد 34. أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا 35. إني بما تعملون بصير 36. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر 37. وأسلنا له عين القطر 38. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد 39. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات 39. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 40. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته 41. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 42. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 43. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 44. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي 45. ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل 45. ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل 46. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 47. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد 47. ثيروا فيها ليالي وأياما آمين 48. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 49. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 50. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 51. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 52. وربك على كل شيء حفيظ 53. قل اذعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مسطال ذرة في السماوات ولا في الأرض 53. وما لهم فيهما من شذك وما له منهم من ضيب 54. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 55. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 56. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين 57. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 58. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 58. قل أروني الذين ألحقتم به شركاءك لا بل هو الله العزيز الحكيم 59. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 60. ولكن أكثر الناس لا يعلمون 61. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 62. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 63. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 63. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 64. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 64. ترجمة نانسي قنقر 64. ترجمة نانسي قنقر 64. ترجمة نانسي قنقر